طلقت وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج عددا من طلبات المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أو ضاعم التجنيدية حرصا من الدولة على تقديم كافة التسيرات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم قررت الوزارة فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية والذي سيعلن عنه لاحقا اعتبارا من الرابع عشر من شهر أغسطس القادم ولمدة ثلاثين يوما كما يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمواضرة من الدولة على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد نظرا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو لعدم إنهاء موقفهم التجنيدي هذا هو أوضحت الوزارة أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم